كابتن عمينا من الحاجة طبعا أخ عزيز وأخ كبير أنا عشرته كتير جدا وتعاملت معه من زمان من فترة من ما أنا بلعب لأنه هو كابتن كان في كان لواء شرطة ومرة بعاتلي وقال لي تعال إن عاوزك فيه شيخ قطري عاوزك عشان تحترف ومن هنا جد معرفتي باللوع عمينا من الحاجة إنسان ملتزم إنسان محترم جدا إنسان يعرف المواد ده ويعرف الرحمة ويعرف الصديق ويعرف الأخ بعد كده هو ميسك منتخب مصر كابت عمينا من الحاجة برضو كمدرب كبير وعمل شغل كويس جدا مع المنتخب ومع اللعيبة وعمل منتخب كالرائع في التمانينات برضو خدش بقى على المرحلة بتاعت رئيس مجلس إدارة جمعية اللعيبة القدامة هو رئيس مجلس الإدارة لأقولك حجم الشغل وحجم المجهود اللي بعملوك كابتن عمينا من الحاجة كبير جدا إنسان فعلا وبالرائح نحن كل فترة بنجتمع وبنيجي طبعا ونعد ونشوف اللعيبة القدامة اللي هم بيحتاجوا مساعدات فالكابت عمينا من الحاجة طبعا هو اللي بيحجز المكان وهو اللي بيقوم بالواجب وهو اللي بيضيافة وهو حاجة جميلة وبيسأل علينا المتواصلين ودائما في المناسبات متواصلين فأنا لو عدت تكلمت عن كابت عمينا من حاجة كتير جدا هو إنسان يستهل كل خير ربنا يا رب تدي له الصحة والعافية كل حاجة وأنا سعيد جدا إن أنا تعملت معاه فعلا أخ كبيل بمعنى الكلمة هو كابتنا بورجيلا بصراحة حاجة جميلة شخصية جميلة شخصية تحبيها فالكابتنا عمينا بحاجة كل فترة طبعا مع بعضينا عنده من ذاته إنسان طيب إنسان محترم بيحب الخير للناس بيساعد الناس بيسعى ويكتهد بالشخصيات اللي هي طبعا تملك المساعدات وبتصل بيها وبيجيبها كتير جدا ودائما بيجمعنا الفطار عندي الغدى عندي تعالوا من صغرنا الكبيرنا فالكابتنا عمي حاجة حاجة جميلة جدا وأنا بحبه جدا طبعا وبحترمه وأقدره وبدعله بالصحة والعافية وإنسان يعني عيش هري بصراحة وكان نجم كبير جدا في التمينات في التدريب والمستوى التالي